خليني أنا عشان بس أنت بدأت الكلام عن العيلة والأهل إن هما بيبقوا البداية دايما من هنا لازم نركز ما هي البداية من هنا عشان نقفل على الموضوع بتاع بابا وماما وإزاي يركزوا أركز إزاي إن أنا ابني بادئ يتغير عايزة يتعرفي ببادئ إزاي؟ آه مبدئيا إيه اللي خليه ينفر من البيت؟ ما هو طول ما هو موجود في الشارع هاي يكون إيه في الشارع مثلا؟ مثلا إيه اللي ممكن يكون في الشارع أعيل عنده 16 سنة عادتوا ينهار في الشارع يا ابني بتعمل إيه؟ يومه تقلب صحته تدايبان هزلان شوية المخدرات الجديدة بيبقى فيه خطرفة وقلة أدب وكلام المفروض ما يتقلش وكلام ما هيش تعدي على الأهالي آه 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 ما المخدرات هتعمل إيه؟ أو أول ناس بتتأذي ما أنا دايما بناشد الأهل إليه؟ أنا ما بكلمش المضمن المضمن مصلوب الإرادة زي ما أنت قلتي ومغيب وحتى لو مخدش الجرع فهو صحي عشان يدور على إيه؟ على الجرع على الجرع يعني الرحلة في داية الرجل دا أنا بعتبره إيه؟ لا أستنى هنا شوية إحنا هنكلم أهلك هم اللي هيحلوا معاك أنا ما نشهد الدولة والحكومة الدولة والله هلتهم بدون في حاجة العلاج الجابري العلاج الجابري النهار دا أنت لو مشى في الشارع لقيت واحد بينط من فوق كبري أصر النيل هتعمل إيه؟ هساعده هتساعده إزاي؟ هتجري أشيله يعني هتجري تشيله إيده صح؟ يعني هتعملي حاجة غزبن عنه طبعا ولا هتوفي تتكلمه معاه؟ لا دا عصد الناس بتقولي تكلم معاه واتكلم مع مين هو دا دا ريان أنت بتعمل شحن؟ آآ 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 لازم أيوة 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 ما لازم أشحنه أنت عارفه مين اللي بيتأزي؟ مين اللي بيتأزي؟ قولي مين اللي بيتأزي؟ الأهل وهما شايفينه بيتاخد لا 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 سباك من الأهل طب هو لما بيجي يزعع بيزعلي مين؟ ليه كنت؟ لا أنا ليا إيه؟ بيزعلي أهله أيوة يبقى الأهل بيتأزوا أحمد أيوة ما أنا بتخلمك الأهل بيتأزوا ولما بيجي يزع على فلوس عايز فلوس مني من أهله لما بيجي يسرق بيسرق مين أول ناس؟ أهله ورده الله ينا وراء لك دا الأهل دول غلبة أوي يبقى مين أول حاجة؟ أنا بنكز الأهل وفي نفس الوقت حتى أنا لو بشحنه ما بعلجهوش حتى لو أنا بشحنه باخده غصبا عنه وبعلجهوش وكان دا بيبطلب من الأهل من الدرجة الأولى وبحطه في مكان عارف أنا عملت إيه؟ أنا ما بعلجهوش أنا حميه هو بدل ما يموت وحمي أهله منين؟ من أزايا من الأزايا بتاعته خلاص إحنا إيه؟ البيت أنا أمي في الآخر كان بتعمل إيه؟ قفلت البيت وقفلت الدواليب وقفلت بقيت حركتي محدودة بقيت أسرق حكة المطبخ اللي هلاقيه في وش هاخد وأنا عايز أشرب مخدرات ملاقيتش الكلام دا نزلت الشارع عارفة الناس تلاقيت قالت لأمي إيه؟ ابنك واخد مننا فلوس ابنك عامل مش عارف إيه فهي طبعا مين اللي هيتأذيب؟ أنا بقولك أن أنا لما بحمي لما باخد الولد غصبا عنه أو البنت غصبا عنها أنا مش باخدهم عشان تقيم منهم لا أولا حاجة وفي الوقت دا حسين بكده طبعا يحس زي ما يحس ما هو اللي بعد كده بقى لما يفوق يا بابا انت بص شكلك بقى عامل إزاي؟ بص انت وديت أهلك فين؟ ما أنا بفوقه بقوله بص خسيرك عامل إزاي؟ طيب الشباب اللي بتتجه للمخدرات نوعهم إيه؟ نقول عنهم يصنفوا تحت أي اسم ده عافش شخصية لأ قبل ما يبقى مدمن وها مريض أنا عارف أن الإدمان يعني أمرض موز من أفضل لا الإدمان قبل المخدرات الإدمان بادي يعني لا لأ موعدة موعدة يعني الإدمان بادي من قبل المخدرات أنا قبل ما بقى مدمن مخدرات مدمن أي شيء تاني كنت آه ليه؟ أنا دايماً بقولك بدور على حاجة تبسطني أنا من البداية أنا في حتة كده تلغبطت معها تعرضت مثلا لضرب يعني ببقى إدمان سلوك وتعود كعيبة كده أسمعي الأب والأم الأب والأم اللي بيشتغلوا طول النهار أنت عارف أني دي بتسبب مشكلة للأبن أو الأبنة دي حاجة اسمها تارك فيه أنت هيك أنا سايب ابني عند جده ولا سايب ابني عند الجران ولا مش عارف أبوه وأمه فين ما هو الأبن في الوقت ده محتاج الأب والأم في مرحلة النشقة النهار ده الأب طول النهار في الشغل الأم ترجع من الشغل مفروض بقى راجع من الشغل المفروض عايزة تغدي ومفروض عايزة تذاكر هل الكلام ده بيحصل نبتلقى نتكلم بعد من القوية الست ما كانها في البيت ومفروض الشكل ده ولا لا لا ما تكلمش في المواد مالاش الموادية دي طب خلاص نبتلقى نبتلقى لا مش القصد أبتكلم هم ما بيعملوا كده ليه ما نفسهم ابنهم يبقى مش نقصوا حاجة صح الكلام آه طبعا بيشتغلوا بس هو الولد يعني طب هو اللي بيحصل له في الشارع في الوقت ده حد يتحرش به هو طفل صغير مش بتسمعك الكلام ده بيحصل وخلي بالك الكلام ده موجود بكسرة ومعظم المدمين اللي أنا شفتهم اتعرضوا في صغرهم للكلام ده رجالة وبنات اتعرضوا من مدرس مش عارف عمل ايه مدرب مش عارف ايه انا حصل معي موقف من وانا صغير طب اتكلم مع مين ما انا اساسا بخاف لو روحت لابويا ولا روحت لابويا ليه ليه تخاف من ابوك او امك ما هي التربية هنا ما هي ام اصدر انا بقول انا افهم ازاي دائما مهما انت عملت اجريتريمي افهم انا الكلام ده ازاي ما انا اساسا لما اتضربت خفت مهما لما اتضربت قلم وانا صغير عشان اعملت حاجة غلط لا انا لو حاجة حصلت انا اخاف عارفهم انا احضر بالقلم التاني صح صح يبقى التربية هنا في الاساس هي اللي خلتني ايه اتجهت للشارع في الشارع عشان الاقي راحت فيه